كون كنتوا أذكياء كون كان عندكم ذرة من الذكاء أنتو ما تكتبوا دولة مدنية في كل مكان هذه دولة مدنية طبعا باش تبينوا بل أنتو ما دولة مدنية لا مرعوبين من كول الدولة مدنية لأن الكمشة العسكرية اللي الفوق تعرف أن الدولة مدنية تنحلهم هذا السلطان يتصرفون وكأنهم سلاطين سلاطين تعالقرون الوسطى ملوك أمراء جنرالات في الجزائر هم أمراء وملوك وسلاطين القرون الوسطى لا يسألون عما يفعلون كيف يسخصيهم يتصرفوا كما يحبوا في خزين الدولة خزين الأمة خزين الشعب يتصرفوا كما يحبوا في أبناء الشعب وبناء الشعب اللي هم جنود وجنديات كثير منهم ديرهم جواري يتصرفوا كما يحبوا في جغرافية الشعب يتصرفوا كما يحبوا في العلاقات الخارجية لمن يفتحوا الأجواء يبومباردوا المالي والنيجر لمن يفتحوا الموانئ للروس والمريكان والصين ومن يشعارف لمن يصرفوا كما يحبوا وحطين واجهة مدنية لحل المشاكل اليومية في الحقيقة لتعقيد المشاكل اليومية تلك الجزائريين لكن هم لا يسألون عن ما يفعلون تأله عقلية فيها ربوبية تأله عن الناس شكون هو الذي لا يسأل عن ما يفعل الله سبحانه وتعالى فقط الذي لا يسأل عن ما يفعل بقي البشر كلها يجب أن يسألون عن ما يفعلون يجب بشر يسأل بشر بشر ينتقد بشر بشر يقف لبشر يعارض بشر لأن الناس أفكاره قناعاته والحاكم يجب أن يكونوا لبوفوار أعرية لبوفوار كما يقول أحد الفلاسفة الغربيين وكما يقول فيلسوف مسلم السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وكما يقول آخر وأنا من حل نذكر بهذه المقولات أحد زعماء الصينيين وفلاسفة الصين من يجرع على الفساد إذا صلوح القائد؟ من يجرع؟ لكن هم يتصرفوا كما يحبوا وعندما يختلفون يسجنوا بعضهم 35 جنيرال في السجون ومئات ما بين عقداء ورواد وضباط وبعضهم تعرضوا لتعذيب نكورة وبعضهم وصلوا رتهابطوا الرتبة إلى جندي وبعضهم متقطعة رجلو وبعضهم ما دوش حتى نعمى من عيني هذا من الجنيرالات رايكين كوادت داخل الجنيرالات لأن الأغلبية فيهم فايت 65 سنة وكثير منهم فايت 70 سنة أصحابهم هاو العبات الحقيقية ترجمة نانسي قنقر